تنضم إلينا من برلين الدكتورة نجاة عبدالحق الباحثة في الشؤون الأوروبية أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيدة نجاح فوندرلين تتحدث اليوم عن خطة جديدة ربما لتخفيض أسعار الطاقة الأوروبية هل ذلك يعني نسف فكرة وضع حد لأسعار الطاقة؟ مساء الخير وأهلا وسهلا بكي ومشاهدين الكرام خطة سيدة فوندرلين أمام البرلمان الأوروبي ظهر اليوم دعيني أقول أنها وضعت خطوط عريضة لإمكانية تنفيذ خطة للخفض من أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي يعني خطة فوندرلين مهم في هذه المرحلة لأنه يوجد خلافات غير مستترة وكبيرة حول الآليات التي يجب اعتمادها لسيطرة على أزمة الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي فوندرلين تحدثت عن أربع محاور الأول هو أن يكون 15% من الغاز الأوروبي أن يكون الشراء مشترك هناك منتقدي لذلك أن ذلك لا يكفي ولكنه على الأقل بداية حسب فوندرلين المحور الثاني هو التوفير التوفير الطاقة على جميع الأصعادة الذي بدأ في بعض البلدان والمحور الثالث هو الحد من المضاربات في السوق إذا أمكن والمحور الرابع هو أن تتدخل آليات الاتحاد الأوروبي في أسعار السوق وذلك يعني وضع سقف لأسعار الغاز في الحالات الطارئة يعني اقتراح فوندرلين كان أمام البرلمان عليها عرض ذلك على رؤساء الدول الأوروبية المشتركة الذين سيلتقون يوم الجمعة القادم وبعدها سيكون إقرار ماذا يمكن فعله بهذا الصدد هل تتوقعون ما يخص الآلي نعم تفضلي تفضلي سيدة نجات نعم ما يخص ما يخص الآليتان الأخيرتان يعني منع المضاربات حقيقة لا يوجد وضوح كيف سيتم ذلك عادة لا تستطيع الدول أو حتى الاتحاد الأوروبي التدخل في البورسة بالبيع والشراء وأيضا ما هو الطارئ أو ما هي المعايير للطوارئ التي سيتم استخدامها للتدخل أو وضع سقف لسعر الغاز وأعتقد أن هذه التفاصيل خاصة في هتين نقطتين مهمات جدا وستكون نقاط الخلاف من الذي سيحدد ما هي الحالة الطارئة على سبيل المثال تحديدا طيب عندما وضع مقترح وضع حد لأسعار الغاز أصلاق ذلك اعتراضات كبيرة إن كان من ألمانيا من هولندا وعدد من الدول هل تتوقعون هذه المرة توافقا أوروبيا على طروحات سيدة فوندرلين؟ رافض هذه الدول لآلية تحديد صقف الغاز السبب هو بأن الأسعار العالمية ستستمر بالتغير وأنه يمكن لدول أخرى غير الاتحاد الأوروبي شراء الغاز وذلك سيؤدي على المدى البعيد بضرر للاتحاد الأوروبي هذا هو على الأقل وجهة نظر الألمانية ليس فقط السياسية ولكن أيضا اقتصاديون ألمان ووجهة نظر هولندا أعتقد أن خطة فوندرلين تحاول الوصول إلى القاسم المشترك الأكبر أو ربما الأصغر بين الدول الأوروبية التي من ناحية تريد التضامن ولكن من ناحية أخرى المصالح الاقتصادية الأوضاع الداخلية في كل من الدول يحدد أيضا مسار الحكومات وليس فقط التضامن الأوروبي يعني على سبيل المثال المظاهرات في فرنسا تؤثر جدا على الحكومة الفرنسية ألمانيا بصراحة لا تستطيع تركيبة المجتمع والسياس الألمانية لا تستحمل هذه المظاهرات في ألمانيا سيؤدي إلى الإطاحة بالحكومة على سبيل المثال ولذلك أن الظروف في فرنسا مثلا تختلف كليا عن ألمانيا واحتياجات ألمانيا للصناعة والاقتصاد الألماني ما يخص الطاقة يختلف كليا عن إيطاليا أو إسبانيا على سبيل المثال فهناك وجهتان أو جبهتان الجبهة الأولى هي الجبهة الأوروبية كيف يمكن أن نضمن التضامن ولكن الجبهة الثانية هي الجبهة الداخلية التي تؤثر على الحكومات بشكل مباشر وممكن أن تؤدي إلى استقالة الحكومة الإتحاد الأوروبي لن يستقل أو المفوضة الأوروبية لن تستقل يعني هناك آليات مختلفة للتصرف للسياسيين ووزراء الاقتصاد في هذا المجال ما يخص الأمور الداخلية برأيك هل هذه الخطة تنفع على المدى الطويل لأن التخوف ليس فقط من هذا الشتاء ولكن من الشتاء الذي يليه أيضا وهناك حاجة في حال استمرار هذه الحرب لتأمين البدائل على المدى الطويل وليس فقط القصير نعم نعم سيدتي صحيح وهذا السؤال مشروع جدا لذلك مقترح السيدة فوندرلاين شراء الغاز المشترك أو 15% من الاحتياج الأوروبي بطريقة مشتركة هو بداية حتى يجب رفعه حتى يصل إلى 50% أو 60% لضمان الغاز لكل الاتحاد الأوروبي مثلا الشتاء القادم ذلك مهم جدا ولكن أيضا الوقت ليس في صالح جميع الأطراف لأن تجهيز البناء التحتية حتى داخل الاتحاد الأوروبي لنقل الغاز مثلا من إسبانيا إلى ألمانيا عبر فرنسا يحتاج وقت ويحتاج موافقة الدول يعني يحتاج موافقة فرنسا الدول الأوروبية تستطيع التعاون فقط إذا وضعت خطة على المدى الطويل على المدى القصير عليهم التحرك الآن لتجنب أزمات داخلية بغض النظر كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ولكن على المدى البعيد عليهم أن يتفقوا وعد ذلك قد تكون هذه الأزمة هي بداية نهاية الاتحاد الأوروبي أشكرك من برلين الدكتورة نجاة عبدالحق الباحثة في الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وكل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر